قالت الوكالة الدولية للطاقة إن تحركات روسيا الأخيرة لزيادة الضغط على تضفقات الغاز الطبيعي إلى أوروبا هي انذار أحمر للاتحاد الأوروبي ولا بد من اتخاذ خطوات فورية لخفض استهلاكها من الغاز قبل الشتاء تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والتي تمثلت في أزمات غذاء وطاقة في المقام الأول ما زالت تؤثر على توصيات كبريات المؤسسات الاقتصادية في العالم الوكالة الدولية للطاقة دعت الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض استهلاكها من الغاز قبل الشتاء المقبل وإلى وضع حد لاستخدام مكيفات الهواء والبدء في بيع الغاز للصناعات من خلال المزادات وإلا فقد تضطر إلى ترشيد استخدام الغاز في أكثر الشهور برودة الوكالة الدولية للطاقة أشارت إلى أن تحركات روسيا الأخيرة لزيادة الضغط على تضفقات الغاز الطبيعي إلى أوروبا فضلا عن غيرها من الاضطرابات الأخيرة في الإمدادات هي بمثابة انظار أحمر للاتحاد الأوروبي وحثت الوكالة الدولية للطاقة التحرك الآن والاستفادة من كل يوم متابق لملء منشآت تخزين الغاز خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مضيفا أن ارتفاع الأسعار قد حد بالفعل من بعض الاستهلاكات لكن هناك حاجة إلى تخفضات إضافية كبيرة من أجل تهيئة أوروبا لشتاء قاس قادم وتأتي دعوة الوكالة الدولية للطاقة التي تعد جهة رقابية معنية بالطاقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت من المنتظر أن تعلن فيه بروكسل هذا الأسبوع عن خطة لتخفيض استهلاك الغاز من أجل الشتاء التي توصي من خلالها بإجراءات تتخذها دول الاتحاد الأوروبي من أجل خفض استهلاك الغاز أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أنه بدون تعاون تحالف أوباك بلاس الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية أضف وزير الخارجية السعودية أنه لا يرى نقصا في النفط بالسوق وإنما يوجد نقص في طاقة التكرير مشيرا إلى أن روسيا جزء مكمل أوباك بلاس ترجمة نانسي قنقر